سيطر منتخب مصر على الجوائز الفردية لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً حيث أحرز الحارس حمزة على جائزة أفضل حارس في البطولة وفز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في البطولة أيضاً وعقب تألقه كشفت العديد من تقارير الصحفية اهتمام ناديي نورشيلاند دنماركي وأنرول لاخت البلجيكية لتوقيع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية